اشتركوا في القناة باستخدم كوب زبدة وعليهم نص كوب سكر باودر بخلطهم كويس من مضربة الكهربائي وبضيف بيضتين بالتدريق مع الفانيليا تقريبا ربع ملعقة صغيرة من اليسائلة هنا معي كوبين شوفان مطحون بحطوا على الخليط وبضيف عليهم كوب نشا بحط ملعقة صغيرة بيكينج باودر واخلطهم بالمضربة الكهربائي وممكن بالملعقة اخر شي بضيف كوب دقيق فاخر بقلب كل المقادر هذي كويس بالمضربة الكهربائي وممكن حتى بالملعقة اهم شي تختلط كل المكونات بقمع العيينة بيدي ما بعقينها لما تصير بالقوام هذا الآن ببدأ اكورهم بكورهم الى الحجم اللي شايفينه وبحطها بالصينية وبضغط بصباعي عشان تطلع معايا فتحزي كذا بعد ما اخلص اكور كل الكمية بدخل الصينية الفرن المسخن من قبل وبنتبه على البسكوت لما يحمر وياخذ هذا اللوم من تحت بطفي عليه واطلعه من الصينية بعد ما يبرطه تماما بحط بالفتحات مربة طبعا ذوبت المربة بحمام مائي وحطيتها بكيس وفتحت فتحة صغيرة وبديت اعبي الفتحات بهذا الشكل ممكن تعب الفتحات بشوكولات خام مذوبة او شوكولات قابلة للدهن او ممكن توفي او كراميل على حسب الرغبة انا هنا استخدمت مربة فراولة ذوبتها بحمام مائي وبعد ما اعبي كل الفتحات بخلي المربة تنشف تماما اتمنى ارى بطريقة عقبكم وتجربوها باستناركم بالتعليقات واذا كنتم اول مرة تشوفوني بلايز اشتركوا بالقناة نلتقي في فيديو اخر ومع السلامة اشتركوا في القناة